فعلا يا حمد أنا معاك والحقيقة قرارات السيد الرئيس المبارح فرحتنا كلنا وأسعدت كل القلوب يعني وخصوصا الملايين من أهلين أصحاب المعاشات الحقيقة أنا بعتبر كمان الموضوع ده مش جديد لأنه السيد الرئيس دايما حاسس بالمصريين بأحلامهم بمشاكلهم وألمهم كمان بكل التفاصيلهم الحقيقة هو عايش معاهم كلنا شفنا المبادرات اللي أطلقها السيد الرئيس الفترة اللي فاتت واللي كلها هدفها توفير حياة كريمة لكل أبناء الشعب المصري لكن كمان الرئيس كان حريص في توجيهاته للحكومة مبارح على الانتهاء أو انتهاء اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور من أعمالها وده هيكون في خلال شهر واحد بس من دلوقتي وهيبدأ تطبيقه من 1 يوليو 2019 وده برضو خبر فرح كل الناس فرح ملايين كتير لأنه بالفعل هيسان في وضع منظومة أجور عادلة تضمن الحياة الكريمة للأعظم بقى أو للأغلبية من المصريين باختصار القرارات هي انحياز من السيد الرئيس لمحدود الدخل والبسطاء من أبناء الشعب المصري وتأكيد كمان على المواقف السبتة للرئيس بدعم دولة القانون ومؤسستها وأن مصالح الوطن مصالح البلد دي مصالح أبناءه فوق أي اعتبار تاني خالص طول عمره على طول من يوم ما مسك وهو واخد باله من كل مشاكل المصريين شكرا